بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم أمين فنواصل قراءة كتاب نيل الرجاء للسيد العلام أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة ولا زال الحديث في أركان الصلاة قال رحمه الله تعالى الرابع قراءة الفاتحة مرحبا أستاذ فجر أهلا وسهلا قال الرابع قراءة الفاتحة قال معنى أن الرابع من أركان الصلاة قراءة الفاتحة في القيام أو بدله والمقصود ببدل القيام الجلوس أو الاطجاع أو الاستلقاء واضح؟ قال من كل ركعة من كل صلاة من كل صلاة سواء كانت الصلاة صلاة فرض أو نفل ولذلك قال فرض أو نفل منفردا كان المصلي أم إماما أم مأموما ما لم يكن مسبوقة بعبارة أخرى أن قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا به مطلقا ولا يستثنى من ذلك إلا حال واحدة وهي حالة مسبوء وفي ذلك يقول العلامة بن رسلان رحمه الله تعالى والحمد لا في ركعة ممن سبق أي وقراءة الحمد سورة الحمد إلا في ركعة ممن سبق أي في المسبوء فإن المسبوقة إذا جاء والإمام في حالة الركور فإنه يركع مع الإمام وتسقط عنه قراءة الفاتحة وهذا مذهب الشافعية والجمهور وذهب بعض الفقهاء إلى أنه في هذه الصورة لا تسقط عنه الفاتحة ولا يكون مدركا للركعة بل عليه أن يأتي بركعة بعد سلام الإمام واضح لكن كما قلت لكم إن مذهب الشافعية والجمهور أن الفاتحة في هذه الصورة تسقط ويتحملها الإمام وشرط أن يتحملها الإمام أن يكون الإمام متطهرا فلو بان بعد السلام أن الإمام محدث كأن سلم الإمام وبعد السلام قال الإمام أنا صليت بكم بغير وضوء مثلا فإنه يتبين حينئذ أن هذا المأموم لا بد أن يأتي بركعة لا بد أن يأتي بركعة لماذا؟ لأنه لا يصح تحمل الإمام عنه لأن الإمام تبين أنه لم يكن في صلاة فكيف يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة؟ إذن نقول بارك الله فيكم قوله هنا ما لم يكن مسبوقا أي إذا كان المأموم مسبوقا وأدرك الإمام وأدرك الإمام في الركوع فإن الإمام يتحمل عنه الفاتحة وتسقط عن المأموم بشرط أن يكون الإمام متطهرا هذا الشرط الأول والشرط الثاني أن لا يكون الإمام في ركعة زائدة أن لا يكون الإمام في ركعة زائدة فلو كان الإمام في ركعة زائدة كأن كان الإمام مثلا اتبه معي إلى صورة المسألة صلى الظهر وقام إلى الخامسة واضح؟ قام إلى الخامسة فجاء المأموم الإمام في الخامسة واضح؟ ودخل معه في أثناء الرقول فإن هذا المأموم لا تحسب له تلك الركعة لا يعد مدركا لتلك الركعة لماذا؟ لأن الإمام لا يتحمل عنه قراءة الفاتحة في هذه الصورة إذ أن الإمام في ركعة زائدة واضح؟ إذن بعبارة أخرى نستطيع أن نقول إن الإمام يتحمل عن المسبوق الفاتحة بشرطين إن الإمام يتحمل عن المسبوق الفاتحة بشرطين الشرط الأول أن يكون الإمام متطهرا والشرط الثاني أن لا يكون الإمام في ركعة زائدة هذا تلخيص المسألة قال رحمه الله تعالى المعنى أن الرابع من أركان الصلاة قراءة الفاتحة في القيام أو بدله من كل ركعة من كل صلاة فرض أو نفر منفردا كان المصلي أم إماما أم مأموما وقوله أم مأموما هذا فيه رد على من قال من أهل العلم أن المأمومة لا تجب عليه قراءة الفاتحة مطلقا لأن الإمام يتحمل عنه قراءة الفاتحة وهذا مذهب الحنفية فعند الشافعية لا بد على المأموم أن يقرأ الفاتحة والإمام لا يتحملها عنه إلا في صورة المسبوق بالشرطين السابقين جيد قال ما لم يكن مسبوقا قال رحمه الله تعالى طبعا المسبوق هذا أنا ذكرت لكم صورة من صور المسبوق ما هي الصورة التي ذكرتها لكم أن يأتي المسبوق والإمام في حالة الركوع فيكبر تكبيرة الإحرام ويستحب أن يكبر تكبيرة الانتقال ويدخل معه هذا المسبوق هذه الصورة للمسبوق تسمى صورة المسبوق الحقيقي وهناك صورة أخرى للمسبوق تسمى صورة المسبوق الحكمي وهي أن المأمومة مثلا يعني من صورها أن المأمومة مثلا يتأخر في السجود بسبب الزحام فالإمام يسجد الإمام يسجد الإمام يسجد ويقوم والمأمومة لم يسجد بعد بسبب الزحام فيسجد المأموم بعد أن قام الإمام فإذا أراد المأموم أن يقوم وجد الإمام قد قرأ وركع واضح فحينئذ المأموم يركع وتسقط عنه قراءة الفاتحة وتسقط عنه قراءة الفاتحة ويتحملها الإمام ويكون هذا المأموم مسبوقا حكميا إذن المسبوق قد يكون مسبوقا حقيقة كما مثلنا له وقد يكون مسبوقا حكما كما مثلنا له الآن اتضح ولذلك قول هنا ما لم يكن مسبوقا أي ما لم يكن مسبوقا حقيقة أو مسبوقا حكما وفي الصورتين بارك الله فيكم يتحمل الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة بالشرطين السابقين أن يكون الإمام متطهرا والشرط الثاني ألا يكون الإمام في ركعة زائدة أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فإن عجز عن الفاتحة الآن سيرتب لك عددا من المراتب المرتبة الأولى يجب أن يقرأ الفاتحة المصلي يجب أن يقرأ الفاتحة طيب فإن عجز ما استطاع أن يقرأ الفاتحة كأن يكون مثلا حديث عهد بإسلام ولا يحفظ الفاتحة طبعا مثل هذا نقول إذا استطعت أن تمسك المصحف وأن تقرأ منه واجب عليك ذلك وإن استطعت أنك تردد خلف من يلقنك الفاتحة واجب عليك ذلك حتى ولو كان هذا الملقن يلقنك الفاتحة بأجره فيقف شخص بجانبه ويقول له مثلا بسم الله الرحمن الرحيم فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فيقرأ الحمد لله رب العالمين يجب عليك ذلك حتى ولو كان بأجرة ما دامت هذه الأجرة فاضلة أي زائدة عما يعتبر في فطرة أي في زكاة الفطر يعني زائدة عن نفقة يوم وليلة لك ولمن تنفق عليهم هذا واجب عليه فإن تعذر واضح واليوم هذا الحمد لله غير متعذر ممكن نفتح تطبيق للقرآن أو تلاوة لأحد الشيوخ ويكرر آية آية لكن لو تعذر هذا نقول بعد ذلك تنتقل إلى بدل الفاتحة ولذلك قال لكم هنا الشارح رحمه الله فإن عجز عن قراءة الفاتحة قرأ سبع آيات من غيرها من القرآن قرأ سبع آيات من غيرها من القرآن هذا بدل الفاتحة هذا البدل فيه شرطان متفق عليهما بين الإمامين الرافع والنووي وشرط مختلف فيه شرط الأول أن تكون الآيات التي سيقرأها بدلا من الفاتحة سبع آيات هذا الشرط الأول والشرط الثاني أن عدد قروف هذه الآيات لا تنقص عن عدد قروف الفاتحة جيد وهنا تأتي القاعدة الفقهية التي تقول إن البدل له حكم مبدل وهذا الفرع الفقهي تطبيق لهذه القاعدة فالبدل الذي هو الآيات غير الفاتحة لها حكم الفاتحة فلا بد أن تكون سبعا ولا بد أن حروفها لا تنقص عن حروف الفاتحة هذان شرطان اتفق عليهم الرافعي والنووي رحمهم الله تعالى وهناك شرط ثالث محل خلاف وهو هل لا بد أن تكون هذه الآيات متوالية أو لا يشترط التوالي فتكزئ ولو كانت متفرقة واضح فالجواب أن الإمام الرافعي قال لا بد أن تكون الآيات متوالية وأما الإمام النووي فقال يصح إن كانت متفرقة إنما التوالي شرط كمال وليس شرط صحة هكذا قال الإمام النووي وهذا هو المعتمد وهذا الخلاف انتبه معي هذا الخلاف بين الرافعي والنووي إنما هو في حق القادر على قراءة آيات متواليات ولكنه فرقها أما العاجز عن قراءة آيات متواليات يعني لا يحفظ إلا متفرق فهذا تصح قراءته عندهما جميعا لأنه عاجز أن يقرأ آيات متوالية إذن كم هذه شروط نستطيع أن نقول هما شرطان والثالث محل خلاف تمام والمعتمد عدم اشتراطه فقال هنا فإن عجز عن قراءة الفاتحة قرأ سبع آيات من غيرها من القرآن هذا إشارة إلى أحد هذه الشروط وهي أن تكون الآيات البديلة كم؟ سبع طيب ثم قال ويسن أن تكون مرتبة ما معنى مرتبة متوالية وقال يسن جريا على ما اعتمده الإمام النووي رحمه الله تعالى واضح؟ إشارة إلى أنه لا يشترط وإنما يسن قال ويشترط هذا الشرط الثاني أن تكون حروفها حروف ماذا؟ حروف الآيات السبع التي هي بدلا من الفاتحة التي هي بدلا من الفاتحة قال ويشترط أن تكون حروفها قدر حروف الفاتحة إذن ذكر الشرطين وذكر الشرط الثالث الذي هو محل خلاف بين الإمامين الرافع والنووي قال ولو ظنا إيش معنى ولو ظنا؟ أي ولو كان تقدير حروف الآيات التي سيقرؤها بدلا من الفاتحة بالعدد كحروف الفاتحة من حيث الظن حتى لو كان التقديل ظنا فلا يشترط التيقن أنها بنفس الحروف يكفي في ذلك غلبة الظن هذا المقصود وعدد حروف الفاتحة مئة وخمسة وخمسون حرفا إذا قرأت ملك يوم الدين ومئة وستة وخمسون حرفا إذا قرأت مالك يوم الدين واضح؟ قال رحمه الله تعالى ولو ظنا ثم قال فإن عجز عن قراءة شيء من القرآن الآن هذه المرتبة رقم كم؟ الثالثة أولا قراءة الفاتحة الثانية قراءة سبع آيات من القرآن غير الفاتحة الثالث فإن عجز عن قراءة شيء من القرآن أتى بسبعة أنواع من الذكر سبع أنواع من الذكر قال كسبحان الله والحمد للنا ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يقوم هذه سبعة أنواع واضح؟ فلابد أن تكون الأنواع سبعة هذا الشرط الأول كما قلنا هناك لابد أن تكون الآيات سبع والشرط الثاني لابد أن حروفها لا تنقص عن حروف الفاتحة فإن قال قائل إن هذه الحروف حروف هذه الذكر أو هذا الذكر تنقص عن حروف الفاتحة نقول يكرره وليك قال ولكون حروفها لا تبلغ حروف الفاتحة أي من حيث العدد فليزد ما تبلغ به قدرها يزد من الذكر ما يبلغ قدر حروف الفاتحة هذا المقصود قال ولكون حروفها حروف ماذا؟ ها؟ حروف هذا الذكر لا تبلغ حروف الفاتحة فليزد ما تبلغ به قدرها أي ما تبلغ به هذه الحروف قدر الفاتحة ولو بتكريرها واضح ولو بتكريرها ثم قال رحمه الله تعالى وكالذكر الدعاء ما معنى قوله وكالذكر الدعاء أي أن هذا الحكم ليس خاصا بالذكر بل الدعاء مثل الذكر فيقوم مقام الذكر أن تأتي بدعاء لكن بشرط أن يكون سبعة أنواع وأن لا ينقص عدد حروف الدعاء عن عدد حروف الفاتحة إذن نفس الحكم لكن اشترط انتبه معين اشترط في هذا الدعاء أن يكون دعاء يتعلق بأمر الآخرة لا أن يكون دعاء متعلقا بأمر من أمور الدنيا كان يدعو الله مثلا أن يرزقه مالا وفيرا وبيتا حسنا ونحو ذلك واضح له لا فلابد أن يكون الدعاء متعلقا بأمور الآخرة وهل يجوز أن يجمع بين الذكر والدعاء الجواب نعم فيمكن أن يأتي ببعضه من الذكر وبعضه من الدعاء قال رحمه الله ولكون حروفها لا تبلغ حروف الفاتحة فليزد ما تبلغ به قدرها ولو بتكريرها وكالذكر الدعاء ثم قال وَلَوْ أَحْسَنَ شَيْءًا مِنَ الْفَاتِحَةِ انتبه لهذه المسألة وَلَوْ أَحْسَنَ شَيْءًا مِنَ الْفَاتِحَةِ أَتَى بِهِ فِي مَحَلِّهِ وَيُبْدِلُ الْبَاقِ إِنْ أَحْسَنَ شَيْءًا مِنَ الذِّكِرِ وَإِلَّا كَرَّرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ قَدْرَ الْفَاتِحَةِ صورة المسألة بارك الله فيكم أن إنسانا يحفظ من الفاتحة ثلاثة آيات فقط ونفترض أنه يحفظ الآية الأولى والثانية والثالثة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يحفظ ثلاثة آياتنا الفاتحة بقية الفاتحة لا يحفظها وليس ثمة طريقة مثلاً أنه يقرأها من المصحف أو أن شخصاً يلقنه أو نحو ذلك فماذا يصنع؟ قال ولو أحسن شيئاً من الفاتحة أتى به في محله ما معنى في محله؟ يعني إذا كان الذي يحسنه من أول الفاتحة يأتي به في أول الفاتحة ثم يأتي بالبدل في آخر الفاتحة طيب نفترض أنه يحسن آخر آياته من الفاتحة إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر الآية يحسن هذا نقول تأتي بالبدل أولاً ثم تأتي بما تحسنه من الفاتحة في الأخير فهمتم؟ إذن ما تحسنه تضعه في محله في موضعه والبدل تضعه في المكان الذي لا تحسنه فهمتم؟ قال ولو أحسن شيئاً من الفاتحة أتى به الضمير في قولي به يعود على ماذا؟ أتى ولو أحسن شيئاً من الفاتحة أتى به أي بما أحسن من الفاتحة في محله واضح؟ ويبدل الباقي إيش الباقي؟ الذي لم يحسنه تمام؟ إن أحسن شيئاً من الذكر إذا كان يحسن شيئاً من الذكر يأتي بالذكر مكان الذي لم يحسنه تمام؟ وإلا إيش معنى وإلا؟ أي وإن لم يحسن شيئاً من الذكر كرره كرر ماذا؟ كرر ما يحسنه من الفاتحة حتى يبلغ قدر الفاتحة مثال صورتها بسم الله الرحمن الرحيم أنا أحفظ ثلاثة آيات من الفاتحة الآية الأولى البسملة الحمد للرب العالمين رحمة الرحيم ولا أحفظ بقية الفاتحة ولا أحفظ شيئاً من الذكر فكيف أصنع؟ أقرأ هكذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم طيب ذكر ما عندي ذكر بسم الله الرحمن الرحيم وكرر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بحيث يغلب على ظني أنني أتيت بعدد من الحروف يبلغ قدر حروف الفاتحة هذا معنى قوله وإلا وإن لم يحسن شيئا من الذكر كرره كرر ماذا؟ ما يحسنه من الفاتحة حتى يبلغ قدر الفاتحة نقول حتى يبلغ قدر الفاتحة ولو ظنن تمام؟ كما قلنا في المسألة السابقة قال فإن عقز عن جميع ما مر الآن هذه المرتبة رقم كم؟ الرابعة المرتبة الأولى ما هي؟ قراءة الفاتحة المرتبة الثانية قراءة سبع آيات من القرآن مرتبة الثالثة أن يأتي بذكر أو دعاء المرتبة الرابعة عقز عن جميع ذلك ماذا يفعل؟ قال فإن عقز عن جميع ما مر وقف وجوبا قدر فاتحة معتدلة ولو ولو ظنن واضح؟ لماذا؟ لأن الوقوف قدر الفاتحة واجب القيام هذا واجب واضح؟ طيب عندك واجبان الواجب الأول ما هو؟ قراءة الفاتحة وقد عقز عنه الواجب الثاني ما هو؟ القيام صح القيام هو عقز عن أحد الواجبين والقاعدة تقول إن الميسورة الذي تستطيع فعله لا يسقط بالمعسور فأنت عقزت عن قراءة الفاتحة سقط عنك لكن لم تعقز عن القيام فيجب عليك أن تقف بقدر قراءة الفاتحة قراءة معتدلة واضح؟ وهذا تطبيق لهذه القاعدة أن الميسورة لا يسقط بالمعسور قال فإن عقز عن جميع ما مر وقف وجوبا قدر فاتحة معتدلة ولاحظ معي قال وقف وجوبا إشارة إلى أنه يستحب أن يقف ندبا قدرة سورة التي بعد الفاتحة واضح؟ يعني الأصل أنك تقرأ الفاتحة وجوبا وتقرأ سورة بعدها ندبا فإذا أردت أن تفعل الأفضل فقف وجوبا قدرى الفاتحة هذا واجب أن تقف وتقف ندبا قدر السورة التي بعدها واضح؟ لكن هنا فقط يتكلم على الركن ولذلك يقتصر على الواجب فقال فإن عقز عن جميع ما مر وقف وجوبا قدر فاتحة معتدلة ولو ظنا ثم قال وللفاتحة شروط ستأتي بلغ عددها 12 شرطا ستأتي معنا إن شاء الله قال رحمه الله تعالى ونفع الله بعلمه الخامس الركوع الركوع من أركان الصلاة وذلك لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ولقول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين ولتعليم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يقار له المسي صلاته تمام وإنما قلت الذي يقال له المسي صلاته لأن هذا التعبير هذا التعبير لم يكن معروفا عند العلماء المتقدمين أنه يسمى هذا الرجل يسمى المسي صلاته وإنما عرف عند العلماء المتأخرين فقالوا عنه المسي صلاته وإلا فالمتقدمون يقولون الأعرابي الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة هكذا يقولون واضح واسمه خلاد بن رافع قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا اسمه ماذا قلنا خلاد بالدالة خلاد بن رافع قال هنا الخامس الركوع المعنى أن الخامس من أركان الصلاة الركوع المعنى أن الخامس من أركان الصلاة الركوع وهو لغة الإنحناء وقيل الخضوع قال الإنحناء طبعا وقيل الخضوع وقيل هذا من عندي وقيل الخضوع يعني في تعريف الركوع قيل الخضوع وشرعا أن ينحني بلا انخناس أن ينحني بلا انخناس بحيث تنال يقينا راحتاه فاعل تنال بحيث تنال يقينا راحتاه ركبتيه هذا أقل الركوع للقائم هذا أقل الركوع للقائم أن ينحني بلا انخناس بحيث تنال يقينا راحتاه ركبتيه ما معنى الإنخناس؟ قال والإنخناس أن يطعطي عجيزته ويرفع رأسه ويقدم صدره فهذا لو كانت راحتاه تنال ركبتيه بالإنخناس لا يعتبر ركوعا وأشرح لكم هذا بالتطبيق لو أنه الركوع المجزئ للقائم هكذا أن ينحني هكذا بحيث لو أراد أن راحته تنال ركبتيه تتمكن يقينا هذا الركوع المجزئ لا يشترط وضع الراحتين على ركبتين ولديك قال هنا بحيث بحيث تمام؟ قال بحيث لو أراد لحصل يعني لو ركعت بهذا الشكل بهذا الشكل أجزئ واضح الآن الراحتان تنال الركبتين يقينا تمام؟ طيب لو أنه انحنى هكذا بحيث أن الراحتين يمكن أن تنال الركبتين ويمكن أن لا تصل هذا لا يجزئ لا بد أن تتيقن أن الراحتين تنال الركبتين فلو شككت هل تنال أو لا تنال هذا لا يجزئ جيد؟ طيب كيف يكون بالانخناس؟ قال الخناس أن يتعطي عجيزته هكذا واضح بهذا الشكل؟ ويقدم صدره ويرفع رأسه الآن ممكن واضح؟ لكن هذا لا يجزئ لأنه وإن كانت الراحتين تصل إلى الركبتين لكن بماذا؟ بانخناس فهو قال أن ينحنى بلا انخناس فهمتم الصورة؟ واضح؟ نعم قال رحمه الله تعالى وشرعا أن ينحنى بلا انخناس بحيث تنال يقينا راحتاه ركبته قلت لكم هذا أقل الركوع بالنسبة لمن؟ طيب والقاعد ما أقل الركوع بالنسبة له الجواب؟ أقل الركوع بالنسبة له أن جبهته تحاذي ما قدام ركبته واضح؟ هاتان الركبتان وأنا أصلي قاعدا هذا أقل الركوع بالنسبة للقاعد أن الجبهة تحاذي ما قدام ركبته بعبارة أخرى لو أنني أصلي قاعدا وركعت هكذا فإن هذا الركوع لا يجزئ لأن الجبهة الآن لا تحاذي ما قدام الركبتين لكن لو ركعت هكذا فهذا أقل المجزئ من الركوع بالنسبة لمن يصلي قاعدا طيب هذا أقل المجزئ بالنسبة لمن يصلي قاعدا ما هو الأكمل؟ الأكمل أن الجبهة تحاذي موضع السجود بهذا الشكل فهمتم عليها؟ واضح أستاذات واضح أو لا؟ أعيد مرة أخرى تمام قلنا أقل الركوع ما هو؟ أقل الركوع أن الجبهة تحاذي ما قدام الركبتين واضح؟ بهذا الشكل الآن الجبهة تحاذي ما قدام الركبتين هذا أقل الركوع تمام؟ بمعنى أنني لو ركعت هكذا تمام؟ وأنا أصلي قاعدا هذا الركوع غير مجزئ لأن الجبهة حينئذ لا تحاذي ما قدام الركبتين طيب ما هو الأكمل؟ الأكمل أن الجبهة تحاذي موضع السجود اتضح؟ جيد؟ إن شاء الله قال رحمه الله تعالى وشرعا أن ينحني بلا انخناس بحيث تنال يقينا راحتاه ركبتيه قلت لك راحتاه فاعل ماذا؟ تنال وذيك كان مرفوعا وعلامة رفعه الألف قال ركبتيه مفعول به والانخناس ما صورته؟ قال أن يطأطئ عجيزته تمام؟ ويرفع رأسه ويقدم صدره فلو فعله كذلك أي فعل هذا الانخناس تمام؟ عامدا عالما بطرت صلاته جيد؟ لأن هذا لا يسمى ركوعا لا يسمى ركوعا قال أو فعله حال كونه جاهلا أو ناسيا فلا أي فلا تبطل صلاته ثم قال فلا تبطل صلاته ويجب عليه أن يعود إلى القيام يجب عليه أن يعود إلى القيام ويركع ركوعا كافيا يعني يعني ما يصلح هو ركعا بالانخناس تمام؟ قال خلاص الآن بالانخناس أنا سأعدل الركوع ما ينفع أن أعدل الركوع من الآن عد إلى القيام ثم ركع واضح؟ قال أو جاهلا أو ناسيا فلا صورة المسألة مرة أخرى لو فعل الانخناس عالما عامدا ما الحكم؟ بطرة الصلاة طيب لو فعل الانخناس جاهلا أو ناسيا هل تبطل؟ لا تبطل طيب قال الآن لا تبطل أنا أعدل مباشرة نقول لا أولا عد إلى القيام ثم ركع ركوعا صحيحا واضح؟ قال أو جاهلا أو ناسيا فلا تبطل من الذي يترتب؟ قال ويجب عليه أن يعود إلى القيام ويركع ركوعا كافيا أي مجزئا وهو الركوع الذي تقدم ضبطه جيد ولا يكفيه هوي الانخناس أي لا يكفيه ذلك الهوي ذلك النزول الذي كان فيه في حالة الانخناس لا يكفيه لماذا لا يكفيه؟ ما التعليل؟ قال إذ من شرط الركوع هذا شرط الركوع وهو أحد شروط الركوع ألا يقصد بالهوي غير الركوع يعني شرط الركوع أنك لا تقصد بالهوي ما معنى الهوي؟ النزول لا تقصد بهذا النزول غير الركوع فهمتم؟ لا تقصد غير الركوع ما معنى لا تقصد غير الركوع؟ معنى ذلك أنك لو قصدت شيئا آخر ضر لو قصدت الركوع فقط ما في مشكلة لو قصدت الركوع وغيره ما في مشكلة لو أطلقت ما في مشكلة لو قصدت غير الركوع ضر فهمتم؟ كم الصور؟ أربع أعيدها لكم أنت قائم ونزلت بأي قصد نزلت؟ قال بقصد الركوع صحت صحت قال نزلت بقصد الركوع في بعض المساقل أحيانا وهو قائم الميكروفون هذا يصدر صداء صح؟ هكذا ويكون هنا جهاز هذا الذي سويتش ماذا يسمى؟ إغلاق الكهرباء فهو يقول خلاص عندما يركع يركع بقصد الركوع ويدفع الجهاز فجمع قصدين يضر تحصل أو لا بالنسبتريا قد حصلت أكثر من مرة فهو يكون عنده كم قصد؟ عنده قصدان قصد الركوع وقصد إطفاء الجهاز صح؟ أو إبعاد المايك أو نحو ذلك هذا لا يضر طيب ركعت ولم أقصد شيئا هذا لا يضر لماذا؟ لأن نية الصلاة مستصحبة لجميع الأركاء طيب أين الضرر؟ الضرر أنك لو هويت لا بقصد الركوع بل بقصد آخر أعطيك مسألة لو أنك تقرأ قرآن بعد سورة الفاتحة قرأت مثلا قول الله سبحانه وتعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب وقصدت النزول قصدت الهوي الهوي بقصد سجدة التلاوة تمام؟ الله أكبر فلما وصلت إلى هنا جعلته ركوعا فهمتم عليها؟ آه فالآن نزولك هل كان بقصد الركوع أو كان بقصد سجدة التلاوة؟ سجدة التلاوة لكنك جعلته ركوعا فهمت؟ هل هذا يجزئ أو لا يجزئ؟ هل هذا الركوع يجزئ أو لا يجزئ؟ لا يجزئ على هذا الكلام لا يجزئ طيب ما الواجب عليها؟ أن أعود إلى القيام لأنزل مرة أخرى فهمت؟ فهمت؟ يجب أن تعود إلى القيام حتى يكون نزولك هويك بقصد الركوع لا بقصد غيره جيد؟ والديك قال لك هنا إذ من شرط الركوع إيش قال؟ إذ من شرط شوف إذ هذه تعليلية تمام؟ كقول الله عز وجل في سورة الزخرف ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم إيش معنى إذ ظلمتم؟ لأنكم ظلمتم فإذ هنا تعليلية قال هنا إذ من شرط الركوع ألا يقصد بالهوي غيره هذه الصورة فالصور أربع ثلاث صور لا تضر وصورة واحدة هي التي تضر وهي إذا قصد بالركوع غيره تمام؟ وتفريعا عليها ضربت لكم المثال ثم تأتي مسألة أخرى لكن قبل أن أذكر المسألة الأخرى سأعيد المسألة التي ضربتها لكم أنه لو قرأ آية فيها سقدة ونزل قاصدا سجود التلاوة تمام؟ فجعله ركوعا أن هذا الركوع لا يصح ويلزمه أن يعود للقيام ليهوية لينزل بقصد الركوع صح لا لا؟ جميل نفترض أن الإمام قرأ آية فيها سقدة وركع بعدها قرأ قول الله عز وقل كلا لا تطعه واسجد واقترب ثم قال الله أكبر راكعا وظن بعض المأمومين أنه يزجد سجود التلاوة يحصل كثيرا واضح فلما ركع المأموم لما نزل المأموم رأى الإمام راكعا فحوله ركوعا لكن بداية نزوله إيش كان قاصد ثم إيش صار صار ركوعا هذا المأموم هل نطبق فيه نفس المسألة السابقة فنقول يلزمك أن تقوم واضح يلزمك أن تقوم وأن تركع بقصد الركوع لأن نزولك الأول لم يكن بقصد الركوع بل كان بقصد غيره أو حكمه يختلف أو نقول إن هذا الركوع بالنسبة لك أيها المأموم جائز صحيح ما رأيكم هنا اختلف العلامتان ابن حجر والرملي تبهوا معي هذه مسألة كثيرة الوقوع وكثيرا ما يسأل الناس عنها فالعلامة الرملي قال إن هذا المأموم هوى بقصد سجدة التلاوة ثم لما رأى إمامه راكعا ركع قال نقول له إن هذا الركوع مجزئ طيب كيف مجزئ وهو خالف الشرط قال نعم هو خالف الشرط لكن المتابعة للإمام واضح تجعل هذه المخالفة مغتفرة واضح لا له لأنه تابع الإمام هذا معتمد من معتمد لعلامة الرملي جيد طيب علامة بن حجر وشيخه شيخ الإسلام بزكريا جرياء على تطبيق الشرط فقال هذا الركوع غير مجزئ له طيب كيف يعمل يعود إلى القيام قال ولا يعود إلى القيام طيب كيف يعمل يتابع الإمام في نظم صلاته فإذا سلم الإمام أتى بركعته لأنه أيضا ليس له أن يخالف الإمام بنظم صلاته واضح لا لا يتابع الإمام في نظم صلاته فإذا سلم الإمام قام هذا الشخص وأتى بركعته جيد لا لا طيب حتى نخرج من هذا المأزق من هذه الورطة ينبغي للإمام إذا قرأ آية سكدة أن لا يركع بعدها ولذيك قال الفقه يستحب له إذا قرأ آية سكدة أن يقرأ بعدها آية أو آيتين حتى يعلم المأموم أنه لا يقصد السجود واضح ثم بعد ذلك يركع أو أنه يسجد ثم بعد السجود يقوم ويقرأ آية أو آيتين ثم يركع حتى لا يقع الناس في مثل هذا الارتباك فهمتم هذا هو الذي ينبغي أن يفعله الإمام حتى لا يشوش على من يصلي خلفه لكن هذا يحتاج إلى إمام فقيه جيد أيها وعلى الأقل يكون فقيها بالمسألة حتى إذا سأله الناس بعد الصلاة أنت يعني ركعت ونحن نزلنا بنية السجود بعدين رأيناك ركعت فركعنا واضح ما الذي علينا يقول لهم مثلا معتمد الرملي هذا ما لا مشكلة فيه واضح لنا ومعتمد بن حجر أن تاتوا بركعة بعد سلام فهمتم لا بد أن يكون عالما بهذه المسألة إذن ما الذي جرنا إلى هذه القضية وإنما ذكرتها لكم لأنه يكثر السؤال عنها وربما تقع الذي جرنا إليها أن من شرط الركوع ألا يقصد به غيره واضح وفرعنا عليها مسألتان المسألة الأولى أنه لو نزل بنية سجدة التلاوة هوى بنية سجدة التلاوة ثم جعله ركوعا أن ذلك لا يجزئه فلا بد أن يعود إلى القيام ثم يركع عن القيام طيب وفرعنا عليها لو كان هذا الشخص مأموما وذكرنا خلاف العلامتين العلامة بن حجر وقبله شيخه شيخ الإسلام زكريا والعلامة الرمدي رحمهم الله تعالى جميعا قال رحمه الله أو جاهلا أو ناسيا فلا أي فلا تبطل صلاتهم ويجب عليه أن يعود إلى القيام ويركع ركوعا كافيا أي مجزئا ولا يكفيه هوي الإنخناس إذ من شروط الركوع دقيقة قال إذ من شروط الركوع أن يقصد بالهوي ألا يقصد بالهوي غيره قال رحمه الله تعالى السادس الطمأنينة فيه في ماذا في الركوع أحسنتم ما هي الطمأنينة قال الطمأنينة بضم الطاء سكون بين حركتين والمعنى أن السادس من أركان الصلاة الطمأنينة في الركوع بأن تستقر أعضاء المصلي بحيث ينفصل هويه إليه أي إلى الركوع عن رفعه منه أي عن رفعه من الركوع وأقل الطمأنينة بمقدار سبحان الله قال السابع قال السابع الاعتدال لحديث المسيء صلاته أو الذي يقال عنه المسيء صلاته قال وفيه ثم ارفع حتى تطمئن قائما الاعتدال لغة الاستقامة وشرعا أن يعود الراكع إلى ما كان عليه قبل ركوعه سواء كان قائما أو قاعدا يعني إذا كان قائما أن يعود إلى القيام طيب لو كان قاعدا أن يعود إلى القعود واضح؟ قالوا المعنى أن السادس من أركان الصلاة أن يعود المصلي بعد الركوع إلى ما كان عليه قبل الركوع إلى ما كان عليه قبلهم ثم ذكر لكم شروط الاعتدال فقال ويشترط أن لا يقصد به غيره أن لا يقصد به أي بالاعتدال غيره غيره فلو أنه قام انتبه معي فلو أنه قام من الركوع فزعا لأنه رأى ثعبان مثلا واضح؟ فقام من الركوع فزعا فإن هذا القيام لا يعتبر اعتدالا لأنه لم يقصد إيش نقول لأنه قصد بهذا القيام غير الاعتدال هذا التعبير واضح؟ قال ويشترط أن لا يقصد به غيره هذا الشرط الأول الشرط الثاني قال وأن لا يطوله على الذكر المشروع فيه وأن لا يطوله يطول ماذا؟ الاعتدال على الذكر المشروع فيه تمام؟ قال قدر الفاتحة قدر الفاتحة فإن طوله عامدا بطلت صلاته لأنه ركن قصير واختار كثيرون كونه طويلا وعليه فلا يضر تطويله انتبه هذه مسألة تحتاج إلى انتباه يقول لك الشافعية رحمهم الله تعالى إن أركان الصلاة الفعلية وهي كم؟ ستة القيام والركوع والاعتدال والسقود والقلوس بين السكدتين والقلوس لتشهد الأخير هذه الأركان الصلاة الفعلية ستة تنقسم إلى قسمين إلى أركان طويلة وإلى أركان قصيرة فالأركان الطويلة أربعة القيام والركوع والسقود والقلوس لتشهد الأخير هذه أركان طويلة والقصيرة اثنان الاعتدال والقلوس بين السكدتين تمام هذه الأركان القصيرة لماذا شريعت قالوا هذه ليست مقصودة لذاتها إنما قصدت للفصل بين الأركان الطويلة فالاعتدال شريع للفصل بين الركوع والسجود والقلوس بين السكدتين شريع للفصل بين السكدة الأولى والسكدة الثانية إذن هذان الركنان ليسا مقصودين لذاتيهما وإنما للفصل بين الأركان الطويلة وبناء على هذا لا يجوز تطويلهما بدليل تبه معي بدليل أن الذكر الوارد فيهما لم يرد في السنة أنه يستحب فيه التكرار ذكر الركوع الذكر الركوع يستحب فيه التكرار وذكر السجود يستحب فيه التكرار لكن ذكر الاعتدال لم يرد أنه يستحب فيه التكرار وذكر الجلوس بين السكدتين لم يرد أنه يستحب فيه التكرار فدل ذلك على أن هذين الركنين ليس مقصودين لذاتيهما وإنما شرعا للفصل هذا تقرير الشافعية بناء عليه قال الشافعية لو أنه طول الاعتدال أو طول الجلوس بين السكدتين بطلت صلاته لاحظ معي بطلت صلاته طيب نسأل سؤال ما مقدار هذا التطويل الذي يؤدي إلى بطلان الصلاة قالوا أنه يطيل الاعتدال قدرا زائدا عن الذكر المشروع والفاتحة ما هو الذكر المشروع في الاعتدال أن يقول بعد سمع الله من حمدة ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شيء من شيء بعد هذا الذكر المشروع إلى الآن ما فيه مشكلة وطول هذا بعد ذكر المشروع قدر الفاتحة تمام فإذا حصل التطويل بقدر الذكر المشروع والفاتحة بطلت الصلاة هو مقدار طويل يعني الفاتحة سبع آيات وهذا ذكر المشروع وضع إذا زاد التطويل على هذا بطلة الصلاة هكذا قالوا قالوا ومحل بطلان الصلاة إذا كان هذا التطويل في غير اعتدال الركعة الأخيرة أما إذا كان هذا التطويل في اعتدال الركعة الأخيرة لا يظر ليش؟ قالوا لأن الركعة الأخيرة قد جاء في الشرع ما يدل على طلب تطويل الاعتدال فيها كما في القنوط واضح؟ فالتطويل في الاعتدال للركعة الأخيرة لا يظر إنما يظر تطويل الاعتدال في غير الركعة الأخيرة إذا نستطيع أن نلخص ذلك فنقول نكتبه في السبورة تمام؟ الشافعية رحمه الله تعالى قالوا إن تطويل الاعتدال يبطل الصلاة بشرطين نستطيع أن نقول بشرطين الأول أن يكون بقدر الذكر المشروع زائدا الفاتحة أي بقراءة معتدلة ثاني أن يكون هذا التطويل تمام؟ في غير في غير اعتدال الركعة الأخيرة أحسنتم في غير اعتدال الركعة الأخيرة هذان شرطان وبالتالي لو أطال الاعتدال في الركعة الأولى بهذا المقدار أو في الركعة الثانية أو الثالثة من صلاة الظهر مثلا أو العصر على معتمد الشافعية تبطل صلاته شهيد؟ واختار كثيرون من الشافعية منهم منهم الإمام النموي رحمه الله أنه حتى لو أطال بهذا المقدار في غير اعتدال الركعة الأخيرة أن صلاته لا تبطل ودليلهم قوي دليل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع وقفأ حتى يقول القائل ربما قد نسي أي من طول قيامه واضح؟ وبالتالي هذا الحديث كما قال بعض شراح الحديث وهو القصطلاني قال هذا نص في المسألة فلا ينبغي أن يعارض بالقياس لا ينبغي أن يعارض بقياس مستنبط وهو نص في المسألة ولذلك أقرأ لكم كلام الحافظ القصطلاني أعجبني في شرح صحيح البخاري أقرأه بنصه قال وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول حتى نقول قد نسي قال صريح في الدلالة على أن الاعتدال ركن طويل بل هو نص فيه فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف وهو قولهم أي قول الشافعية وهو شافع طبعا قال وهو قولهم لم يسم فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود ووجه ضعفه أنه قياس في مقابلة النص فهو فاسد وقد اختار النووي جواز تطويل الركن القصير خرافا للمرجح في المذهب إذن يبقى المعتمد ما ذكرته لكم ويبقى اختيار كثيرين من الشافعية منهم الإمام النووي رحمه الله أن تطويل الاعتدال ومثله الجلوس بين السجدتين أن ذلك لا يضر واضح لله أن ذلك لا يضر ولديك هنا نعيد قراءة العبارة قال ويشترط يشترط في ماذا في الاعتدال ذكر شرطين قال ويشترط الشرط الأول ألا يقصد به غيره شرط الثاني قال وأن لا يطوله على الذكر المشروع فيه ما هو الذكر المشروع فيه مرحبا عليكم السلام ورحمة الله ما هو بسم الله قال يقول بعد التسميع سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ماشتاء من شيء بعد قال وأن لا يطوله على الذكر المشروع فيه قدر الفاتحة فإن طوله عامدا بطلت صلاته هذا على المعتمد طيب ما التعليل لماذا تبطل صلاته قال لأنه أي لأن الاعتدال فالضمير هنا يعود على الاعتدال لأنه ركن قصير تمام واختار كثيرون منهم الإمام النووي كونه طويلا وعليه على ماذا أي على مختاره كثيرون وعليه فلا يذر تطويله أي فلا تبطل الصلاة بهذا التطويل وقلت لكم أين محل البطلان إذا طوله بذلك المقدار وكان الاعتدال ليس هو الاعتدال الذي في الركعة الأخيرة تمام قال رحمه الله تعالى الثامن الطمأنينة فيه المعنى أن الثامن من أركان الصلاة الطمأنينة في الاعتدال بحيث ينفصل رفعه من الركوع عنهميه إلى السجود وهذا واضح قال التاسع السجود مرتين التاسع السجود مرتين السجود هو الركن الفعلي الوحيد الذي كرر في الصلاة فالقيام لا يتكرر في الركعة الواحدة والركوع لا يتكرر والاعتدال والجلوس بين السجدتين هذا لا يتكرر صح لكن السجود يتكرر مرتين قال العلماء والحكمة من ذلك أنه لما كان أبلغ في تواضع العبد فالله عز وجل أمر بتكراره لأنه يدل على التواضع والقضوع أن يضع الإنسان أشرف عضو فيه وهو الجبهة على الأرض تعبدا لله عز وجل فلذلك أمر العبد في صلاته أن يكرره ولاحظ معي أنهم عدوا السجدتين ركنا واحدا وليس ركنين لأنهما اتحدا في الجنس وفي الأحكام فجعلا ركنا واحدا قال السجود مرتين طبعا للآيات والأحاديث من الآيات قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ركعوا وازجدوا والأحاديث حديث الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال والسجود لغة التطامن والميل التطامن بمعنى الإخبات والتواضع والميل وقيل الخضوع والتذلل وشرعا انتبه للتعريف الاستلاحي قال وشرعا مباشرة جبهة المصلي ما يصلى ما يصلي عليه من أرض أو غيرها سواء كان يصلي على الأرض أو يصلي على سجادة بفتح السين هذا الأفصح فيها واضح سجادة سواء كان يصلي على الأرض أو يصلي على سجادة أو يصلي على شيء آخر واضح قال مباشرة جبهة المصلي ما يصلي عليه من أرض أو غيرها كذا عرفه الأكثرون وعليه فوضع بقية الأعضاء شرط له وقيل وهذا ما جرى عليه العلامة عبدالله بن عمر باما مخرمه إن السجود وضع جميع الأعضاء السبعة اتبه معين هناك خلاف في تعريف السجود شرعا هل السجود في الشرع وضع الجمهة فقط أو السجود في الشرع وضع الأعضاء السبعة سواء قلت إن السجود وضع الجمهة فقط أو قلت إن السجود وضع الأعضاء السبعة في القولين في الحالتين في الحالتين بارك الله فيكم يجب وضع الأعضاء السبعة لكن الخلاف فقط هل وجوب وضع الأعضاء السبعة مثل اليدين والركبتين واطراف القدمين هل هو داخل في مسمى السقود أو هو شرط في صحة السقود الخلاف هنا لكن لا بد أن تضع نعم لا بد أن تضع فهذا خلاف من حيث الاسم الشرعي فقط وليس من حيث أنه على قول يستحب وعلى قول يجيب لا في الحالتين في القولين لا بد أن تضع لكن وضعها هل يسمى سقودا وضع الأعضاء غير الجبهة هل يسمى سقودا أو لا يسمى سقودا الرأي الأول أنه لا يسمى سقودا فالسقود فقط اسم لوضع الجبهة وإن كان وضع بقية الأعضاء شرط في صحة السقود والرأي الثاني الذي جرى عليه العلامة أن اسم السقود لا يطلق إلا إذا وضع الأعضاء السبعة فلو وضع عضوا وهو الجبهة لا يسمى ساجدا إذن الخلاف في التسمية فقط وليس في الحكم قال رحمه الله تعالى أعيد قراءة العبار وشرعا مباشرة جبهة مصل ما يصلي عليه من أرض أو غيرها كذا عرفه الأكثرون إذن على تعريف الأكثرين أن السجود لا يشمل ماذا لا يشمل الأعضاء السبعة وإنما هو يشمل فقط وضع الجبهة نعم وعليه فوضع بقية الأعضاء شرط له أي شرط لصحة السجود وليس داخلا في اسم السجود هذا المره وقيل هذا الرأي الثاني الذي جرى عليه العلامة بام خرمه رحمه الله إن السجود وضع جميع الأعضاء السبعة والمعنى أن التاسع من أركان الصلاة السجود مرتين في كل ركعة قال وللسجود شروط ستأتي إن شاء الله قال رحمه الله تعالى العاشر الطمأنينة فيه أي الطمأنينة في السجود المعنى أن العاشر من أركان الصلاة الطمأنينة في السجود بحيث ينفصل هويه إلى كل سجدة عن رفعه منها تمام؟ الحادي عشر الجلوس بين السجدتين الجلوس بين السجدتين وهنا في الجلوس بين السجدتين شروط وهي قريبة في بعضها من شروط الاعتدال قال المعنى أن الحادي عشر أن الحادي عشر من أركان الجلوس بين السجدتين أن الحادي عشر من أركان الصلاة الجلوس بين السجدتين وشرطه أن لا يقصد بالرفع غيره هذا الشرط الأول الثاني قال وأن لا يطوله على الذكر المشروع فيه ما هو الذكر المشروع فيه؟ أن يقول ربي ربي اغفلني وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واضح؟ هذا الذكر المشروع فيه إذن إذا أطلت القلوس بين السجدتين بقدر هذا الذكر مع أقل التشهد شوف هناك في الاعتدال بقدر الذكر وهنا بقدر الذكر المشروع فيه والتشهد أي وأقل التشهد واضح؟ وزاد على ذلك يعني قاوز ذلك بطرة الصلاة هذا معتمد المذهب وعلى ما اختاره كثيرون لا تطل الصلاة نفس الذي قلنا هناك سنقوله هنا قال رحمه الله وشرطه ألا يقصد بالرفع غيره وأن لا يطوله على الذكر المشروع فيه وقدر يقل التشهد لماذا؟ قال لأنه ركن قصير هذا التعليل أي لأنه ركن قصير شرع للفصل بين ركنين طويلين فلا يطلب تطويله قال واختار كثيرون أنه طويل وعليهين إيش معنى وعليه؟ أي وعلى ما اختاره الكثيرون فلا يذر تطويله كما في الاعتدال ثم قال رحمه الله تعالى الثاني عشر الطمأنينة فيه المعنى أن الثاني عشر من أركان الصلاة الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين بحيث ينفصل رفعه من السجدة الأولى عن هويه إلى الثانية واضح؟ الثالث عشر التشهد الأخير التشهد الأخير هذا ركن وخرج بقوله الأخير التشهد الأول فإنه سنة مؤكدة لأنه من أبعاظ الصلاة هذا مذهب الجمهور خلافا للحنابلة فإن الحنابلة قالوا إن التشهد الأول من واجبات الصلاة إذا تركه عمدا بطلت صلاته وإذا تركه سهوا جبره بسقود السهو واضح؟ ومذهب الشافعية والجمهور أن التشهد الأول سنة مؤكدة تركه عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته واضح؟ ويطلب جبره في الحالتين في حالة العمد وفي حالة السهو يطلب جبره بسقود السهو قال رحمه الله تعالى الثالث عشر التشهد الأخير التشهد في الأصل اسم للشهادتين فقط الأصل أن التشهد اسم للشهادتين قال ثم أطلق على التشهد المعروف الذي هو التحيات المباركات الصروات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي إلى آخره لاجتماله عليهما وهذا باب من أبواب البلاغة وهو أن يسمى الكل باسم الجزء أن يسمى الكل باسم الجزء فإن هذا سمي بالتشهد والتشهد جزء منه ونظيره في ذلك تسمية سورة الفاتحة بسورة الحمد لأن الحمد جزء من الفاتحة واضح وله نظائر كثيرة وعكسه ماذا ها تسمية تسمية الكل باسم البعض صح ولا لا واضح تسمية الكل هذا هو هذا هو أيش تسمية الكل هذا هو نفسه منه أيضا عدق رقبة رقبة هذا بعض للعبد لكن يسمى بها يسمى بها العبد نعم عكسه إطلاق العام على على الخاص إطلاق العام على الخاص نعم قال هنا والمعنى أن الثالث عشر من أركان الصلاة التشهد الذي يؤتى به الذي يؤتى به آخرها وسيعلم مما يأتي سيذكره لك قال ويشترط الآن سيذكر شروط التشهد قال ويشترط أن يكون بالعربية فإن عجز عن أداء التشهد بالعربية ترجم عن المأثور فقط ترجم عن المأثور أي الوارد فقط فالزيادات غير الواردة لا يترجم عنها مثاله مثلا في التشهد قال بعض الفقهاء سيئة الكلام على هذا يستحب أو الأولى أن يزيد أشهد أن لا إله لله وأن سيدنا محمدا رسول الله فيزيد لفظ السيادة سيدنا هذا ليس مأثورا عند العجز لا يترجم عن هذا لأنه ليس من المأثور واضح لا يترجم لفظ السيادة لأنه ليس من المأثور أما ما كان من المأثور فإنه يترجمه قال فإن عجز ترجم عن المأثور فقط أي دون غير المأثور إذا نشرت الأول من شروط التشهد ماذا أن يكون بالعربية أي للقادر ولاحظ معيش قال فإن عجز ترجم طيب لو أنه كان قادرا على قراءة التشهد بالعربية ومع ذلك قرأه بغير العربية تبطل صلاته لأن محل الإتيان بالتشهد بغير العربية إنما هو في حق العاجز ولذلك قال فإن عجز ترجم عنه واضح والأمر الثاني أنه إذا ترجم يترجم عن المأثور فقط دون غير المأثور قال رحمه الله ويشترط أن يكون بالعربية فإن عجز ترجم عن المأثور فقط ويسن ترتيبه إشارة إلى أن ترتيب التشهد ليس شرطا قال ويسن ترتيبه إلا انتبه إن أخل تركه بالمعنى ويسن ترتيبه أي ترتيب التشهد إلا إن أخل تركه تركه ماذا؟ ترك الترتيب إلا إذا كان ترك الترتيب يؤدي إلى إخلال بالمعنى فالترتيب واشب مثال ذلك لو أنه قرأ التشهد كذا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله الآن أخل بالترتيب أو لا لكن هل أخل بالمعنى أو لا لم يخل بالمعنى هذا الترتيب الإخلال به لا يضر لأنه وإن أخل بالترتيب واضح لكن لا يخل بالمعنى لكن بخلاف انتبه معي لو قال أشهد إلا الله لا إله واضح فإن هذا يضر أو لا يضر الجواب يضر لماذا لأن الإخلال هنا يضر بالمعنى واضح إذن لو أنه قدم وأخر في التشهد ننظر إذا كان يخل بالمعنى فإن هذا يضر إذا كان لا يخل بالمعنى فإنه لا يضر نعيد العبارة مرة أخرى قال ويسن ترتيبه إلا إن أخل بالمعنى فيضر مفهومه متى يسن الترتيب نقول يسن الترتيب للتشهد ولا يضر الإخلال بالترتيب إلا إن أخل بالمعنى قال وتبطل به الصلاة أي وتبطل الصلاة إذا كان ترك الترتيب يؤدي إلى إخلال بالمعنى هذا المقصود قال ويسن ترتيبه إلا إن أخل تركه بالمعنى فيضره وتبطل به الصلاة طيب قال وأما موالاته هل هي شرط أولا واضح فقال الرملي تجب وقال ابن حجر تسن موالات التشهد قال الرملي والخطيب أيضا تجب موالات التشهد وقال ابن حجر تسن ما الذي ينبني على هذا الخلاف لو كنت تقرأ التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله ثم سكت سكوتا طويلا نفترث سكت ثلاثين ثانية ثم واصلت السلام عليك أيها النبي أو سكت سكوتا قصيرا وقصدت قطع التشهد أو أتيت بذكر لا يتعلق بتشهد مثلا التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله عطست قلت الحمد لله تمام السلام عليك أيها النبي في هذه الصور الثلاث الآن إذا سكت سكوتا طويلا أو سكت سكوتا قصيرا مع قصد القطع أو أتيت بذكر أجنبي في هذه الصور الثلاث هل يجب عليك إعادة التشهد من أوله أو يجوز لك أن تواصل التشهد من حيث وقفت واضح أو لا هذا الخلاف ينبني أو هذا الخلاف هو خلاف العلامة من حجر والرملي هنا فعند من يقول إن الموالاة شرط لا بد أن تعيد التشهد من أوله وهذا معتمد الخطيب والرملي وعند من يقول إن الموالاة مستحبة وهو معتمد العلامة ابن حجر يقول لا بأس إذا واصلت والأفضل أن تعيد فهمت مللا قال وأما موالاته فقال الخطيب فقال الخطيب والرملي الخطيب من عندي تجب وقال ابن حجر تسن واضح إذن كم هذه شروط صرح بها ها صرح بشرط وهو أن يكون بالعربية وصرح أن شيئا لا يشترط وهو الموالاة إلا إن أخلى إلا وهو الترتيب إلا إن أخلى تركوه بالمعنى وذكر الموالاة وأن فيها خلافا فهي شرط عند الخطيب والرملي ومستحبة عند ابن حجر ثم أحالك إلى ما سبق أو إلى ما سيأتي بالأصح فقال وتشترط فيه أي في التشهد بقية شروط الفاتحة الآتي معك إن شاء الله وعددها إثنى عشر شرطا ثم قال ولو عجز عنه أي عن التشهد أو عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده لم يجب بدله عند ابن قاسم واضح يعني لم يجب أن تأتي ببدل التشهد كما قلنا لك ذلك في العجز عن قراءة الفاتحة فإن في قراءة الفاتحة قلنا إذا عجزت عنها تأتي بالبدل العلامة ابن قاسم يقول إن التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجزت عنهما لا تأتي بالبدل وقال العلامة الرملي بل يجب أن تأتي بالبدل كما قلنا لك ذلك إذا عجزت عن الفاتحة فنفس الذي قيل هناك سيأتي هنا واضح؟ قال ولو عجز عنه أو عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده لم يجب بدله عند ابن قاصم وهو العلامة أحمد بن قاصم واضح؟ الذي كتب الحاسية على تحفة المحتاج للشيخ ابن حجر وهو من تلاميذ الشيخ ابن حجر وله شرح أيضا على متن أبي شقع طبع حديثا في ثلاثة مجلدة توفي في سنة تسعمائة وأربعة وتسعين من الهجرة بعد موت العلامة ابن حجر تقريبا بعشرين سنة واضح؟ قال ونقل عن الرملي الوجوب أي وجوب الاتيان بالبدل بحسب ما مر ترتيبه في الفاتحة جيد؟ بقيت مسألتهم كثيرا ما يخوض فيها النس وهي في التشهد هل الأولى أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله فتأتي بلفظ السيادة؟ أو الأولى الترك؟ لاحظ معي أن خلاف العلماء في الأولى واضح؟ خلافهم هل الأولى؟ هل الأفضل هذا؟ أو الأفضل هذا؟ وليس خلافهم في هذه المسألة من باب خلاف أن الصلاة تصح أو أن الصلاة لا تصح واضح؟ ولذلك ينبغي أن تعطى هذه المسألة حقها لا أنها تجعل من مسائل الولاء والبراء كما يتخذها بعض الناس واضح؟ وقد وجدت عندما سافرت هذه السفرة الأخيرة للمليزية أن بعضهم يحذر من فلان لأنه قرر في الدرس أن الأولى أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ السيادة هذا غير صحيح هذا من الغلوء المذموم وبالتالي بارك الله فيكم الذي اعتمده العلامة الرملين رحمه الله تعالى والعلامة بن حجر في بعض كتبه أن الأفضل الإثيان بلفظ السيادة فتقول مثلا اللهم صلي على سيدنا محمد أو تقول وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله والذين جروا على هذا ليس العلامة بن حجر فقط والعلامة الرملي بل من قبلهم سلطان العلماء العز بن عبد السلام المتوفى في سنة ستمائة وواحد وستين وبعض المتقدمين من الشافعية وهؤلاء مستندهم أن سلوك الأدب أولى من مجرد الاتباع وهذا مستنده من السنة المطهرة قصة صلاة أبي بكر بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وأبو بكر يصلي بالناس قد تقدم إماما فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مكانك أي إلزم مكانك إماما وهو سيصلي مأموما إلا أن أبا بكر رضي الله عنه تأخر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له مكانك فتأخر أبو بكر رضي الله عنه ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويكون إماما والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك الفعل لاحظ معي أن أبا بكر سلك ماذا مسلك الأدب أو مسلك الاتباع مسلك الأدب والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك فدل ذلك على أن مسلك الأدب مقدم على سلوك الاتباع فهم من هذه القاعدة خرجوا هذه المسألة وأن الذي يقول وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله قد سلك مسلك الأدب فقالوا هذا هو الأفضل ولاحظ ما يكرر لك أن الخلافة في الأفضلية العلامة بن حجر رحمه الله تعالى في بعض كتبه مثل شرح المقدم الحضرمية عبر فقال ولا بأس بزيادة لفظ سيدنا وكلمة ولا بأس تشعر أن الأفضل عدم الزيادة واضح وهذا الذي قرره العلامة بن حجر في بعض كتبه هو ظاهر كلام العلامة الخطيب الشربيني فإنه قال ما معنى كلامه وظاهر كلامهم أي كلام فقهاء الشافعية اعتماد عدم الاستحباب هكذا قال إذن المسألة خلافية بين هؤلاء الشراح يعني هم عمالقة الفقه الشافعي الخطيب وبن حجر والرملي فمن سلك هذا المسلك لا يلام ومن سلك هذا المسلك لا يلام فالأمر في هذا واسع أما أن تعطى المسألة فوق حجمها فهذا هو المذنوب على كل حال هذه المسألة مشهورة طبعا حتى أن بعض الفقهاء بعد ذلك يعني نستطيع أن نقول توسع فقال ويمكن أن نقول إنه يستحب زيادة لفظ سيدنا في الأذان واضح؟ وفي نظري وقد يكون نظري قاصرا أن هذا لا يتأتى أن يقال لماذا؟ لأن الأذان مما أجمعت الأمة في مشارق الأرض ومغاربها على مدى قرون أنه لا يؤتى فيه بلفظ السيادة واضح؟ فكون إنسان يؤذن ويقول في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله هذا في نظري خرج عن إجماع عملي ليس في دولة ولا في إقليم بل هو إجماع عملي للمسلمين في كل البلاد أنا ما علمت أن بلدا من البلدان الإسلامية يرفع فيها الأذان ويقال في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله ولديك في نظري أن إلحاق الأذان بهذه المسألة محل وقفة واضح لأنه يخالف الإجماع العملي الذي يعمل به المسلمون في جميع بلاد المسلمين على مدى قرون والله أعلم لكن المسألة في الصلاة في ذكر السيادة في الصلاة مسألة يسوغ فيها الخلاف هذا سبب حديثي عنها يسوغ فيها الخلاف فلا ينبغي أن يشدد فيها والله أعلم قال هنا بارك الله فيكم قال الرابع عشر القعود فيه أي القعود في التشهد المعنى أن الرابع عشر من أركان الصلاة القعود في التشهد الأخير على القادر الخامس عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه المعنى أن الخامس عشر من أركان الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير بأن يأتي بها بها أي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده أي بعد التشهد الأخير تبه هذا إشارة إلى اشتراط الترتيب فلو قدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التشهد سيأتي الكلام في الترتيب حول حكم ذلك قال ولا يضر تخلل ذكر أو سكوت بينهما أي بين التشهد وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يمكن إذا أكمل التشهد يأتي بذكر يقرأ سورة مثلا ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يضر تمام لأنهما ركنان مستقلا ليس ركنا واحد قال ولو طويلا أي ولو كان ذلك الذكر الذي تخلل أو السكوت طويلا قال ويشترط فيها أي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما يشترط في التشهد وبيناء على هذا هل يشترط أن تكون بالعربية نعم لأنه يشترط في التشهد أن يكون بالعربية هل يشترط فيها الترتيب نعم أو يسن يسن إلا إذا خلى بالمعنى هل يشترط فيها الموالاة نفس الذي جرى فيه الخلاف سابقا يتأتى هنا هذا ظاهر عبارته قال وَأَقَلُّهَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أو صلى الله على محمدٍ واضح وَأَكْمَلُهَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّي وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاقِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّي وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاقِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ نختم السلام ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى السَّادِسَ عَشَرَ السلام المعنى أن السادس عشر من أركان الصلاة السلام وأقله أقله السلام عليكم هذا أقله قال وله عشرة شروط نظم بعضهم تسعة منها فقال شروط لتسليم شروط تسليم تحليل الصلاة إذا أردتها تسعة صحت بغير مرأة تمام إيش هذا قال عرف وخاطب وصل واجمع ووالي وكن مستقبلا ثم لا تقصد به الخبر واجلس وأسمع به نفسا فإن كمولت تلك الشروط وتمت كان معتبرا هذه الشروط تمام سيشرحها الآن واحدا واحدا عرف وخاطب وصل واجمع ووالي وكن مستقبلا ثم لا تقصد به الخبر واجلس وأسمع به نفسا فإن كمولت تلك الشروط وتمت كان معتبرا قال فقوله عرف إشارة إلى الشرط الأول وهو التعريف بالألف واللام فلا يكفي سلام عليكم فلو قال سلام عليكم لا يجزئه ذلك بخلاف التشهد بخلاف التشهد التشهد لو قال التحيات لله سلام عليك بدون ألف واللام أجزأه هنا لا يجزئه تبه ما الفرق الفرق قالوا إنه في التشهد ورد التنكير في بعض الروايات وهنا لم يرد واضح في التشهد ورد في بعض الروايات التنكير سلام عليكم لكن هنا لم يرد جيد قال وقوله خاطب إشارة إلى الشرط الثاني وهو كاف الخطاب فلا يصح السلام عليه بضمير الغياب ونحوه أي كالسلام عليهما السلام عليهم لا يصح يعني الضمير الضمير الغائب الثالث وقوله صل إشارة إلى الشرط الثالث وهو وصل إحدى كلمتينه بالأخرى فلو فصل بينهما لم يصح وهذا الشرط يمكن أن تعبر عنه بالموالاة التي سيأتي أيضا تقريرها بعد قليل قال لم يصح نعم يصح السلام التام عليكم لماذا؟ قالوا لأن التام وصف يسير مثل ما قلنا في تكبيرة الإحرام تذكرون في تكبيرة الإحرام لو قال الله العظيم أكبر قالوا لا بس لأنه وصف يسير بخلاف ما لو كان ليس وصفا الله هو أكبر قالوا لا يصح أو لو كان الوصف طويلا قالوا لا يصح تمام؟ قال هنا نعم يصح نعم يصح السلام التام أو السلام الحسن عليكم قال اجمع إشارة إلى الشرط الرابع وهو ميم الجمع عليكم الميم الجمع فلو قال السلام عليك السلام عليكما لا يصح قالوا وقوله والي إشارة إلى الشرط الخامس وهو الموالات فلو سكت طويلا مطلقا أو قصيرا وقصد به قطع السلام ضر واضح وهذا يمكن أن يندرج في الشرط الثالث وقوله وكن مستقبلا إشارة إلى الشرط السادس وهو استقبال القبلة بالصدر لا بالوجه بخلاف الالتفات في الوجه فإنه لا يضر في صحة الصلاة واضح وذلك الالتفات في الصلاة ثلاث مراتب التفات بالعين هذا خلاف الأولى والتفات بالوجه هذا مكروه والتفات بالصدر هذا مبطل التفات بالعين يعني لا يحرك رأسه وإنما ينظر هكذا واضح هذا خلاف الأولى والتفات بالرأس كان ينظر مثلا إلى الساعة إلى المروحة هذا مكروه التفات بالصدر أي انحراف عن القبلة هذا مبطل واضح كم مراتب أحسنتم وقوله ثم لا تقصد به الخبر إشارة إلى الشرط السابع وهو ألا يقصد بالسلام الخبر فقط بل يقصد التحلل وحده ما معنى التحلل خروج من الصلاة أو التحلل مع الخبر يعني يجمع بين القصدين هذه الحالة الثانية أو يطلق يقول السلام عليكم ولا يستحضر قصدا في الثلاث الحالات لا يضر متى يضر إذا قصد به إذا قصد به الخبر فقط نفس الكلام اللي قلنا في الركوع قبل قليل ذكرنا أربع حالات واضح قال هنا وقوله جلس إشارة إلى الشرط الثامن وهو أن يأتي بالسلام من جلوس وقوله وأسمع به نفسا إشارة إلى الشرط التاسع وهو أن يسمع به نفسه حيث لا مانع وهذا لا بد منه في كل أذكار الصلاة الواجبة والمندوبة تمام قال والعاشر ألا يزيد أو ينقص ما يغير المعنى ولا بد هذا أيضا أضافه ولا بد أن يكون بالعربية إن قدر عنها وإلا ترجم وإلا ترجم عنها أي عن العربية ثم ذكر الركن الأخير وهو الترتيب وهو رقم كم؟ سبعة عشر نختم به الفصل تمام؟ حتى لا يبقى معلقا إلى الدرس القادم قال والمعنى أن السابعة عشر من أركان الصلاة ترتيبها كما ذكر فلو لم يرتب بينها بأن قدم ركنا على محله فهذا له ثلاث صور تبه معي سأذكر لك كل صورة أكتب رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة كم له صور؟ سورة الأولى أن يقدم ركنا فعليا هنا أكتب واحد أن يقدم ركنا فعليا طيب إذا قدم الركن الفعلي سيقدمه على ماذا؟ إما على ركن فعلي أو على ركن قولي إذن هذه السورة الأولى هذه كلها سورة واحدة أن يقدم ركنا فعليا على ركن فعلي أو قولي ما صورته؟ ما مثاله؟ قال كأن سجد قبل ركوعه قدم ماذا على ماذا؟ قدم ركنا فعليا وهو السجود على ركن فعلي وهو الركوع صح؟ وكأن ركع قبل قراءة الفاتحة قدم ماذا على ماذا؟ قدم ركنا فعليا على ركن قولي وهو الفاتحة هذه الصورة الأولى صورة ثانية وإما أن يقدم ركنا قوليا غير السلام السلام بعدين يقول له حالة ثالثة وإما أن يقدم ركنا قوليا على ركن فعلي أو قولي ما مثاله؟ قال كأن قدم التشهد على السجود جيد قدم ركنا قوليا وهو التشهد على ركن فعلي وهو السجود وكأن قدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التشهد هذا مر معنا قريبا أنه لا بد أن يرتب بين التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تشهد فقد خالف الترتيب قدم ركنا قوليا على ركن قولي حالة ثالثة أكتب ثلاثة وإما أن يقدم السلام على محله كم صارت الحالات؟ كل حالة لها حكم جيد؟ قال ففي الأولى وش الأولى الآن؟ قدم ركنا فعليا على ركن فعلي أو قولي إن علم وتعمد بطلت صلاته وإن لم يكن علما يعني كان جاهلا أو ناسيا فلا تبطل طيب إذا كان علما بطلت صلاته فهمنا طيب وإذا كان جاهلا أو ناسيا قال لا تبطل لكن تجيب عليه عادة المقدم في محله إن لم يبلغ مثله يجيب عليه إيش عادة؟ إيش؟ المقدم في محله إن لم يبلغ مثله سورة وإيش قال هو؟ أنه سقد قبل الركوع سقد قبل الركوع قبل الركوع طيب نفترض أنا قائم أقرأ الفاتحة بعد الفاتحة نزلت للسقود قال ناسيا قال يجب عليه عادة المقدم في محله كيف يعني في محله؟ يعني تعود إلى القيام تركع تعتدل تسقود هنا أعدت المقدم الذي هو السقود في محله فهمتم؟ قال لكن تجب عليه عادة المقدم في محله بشرط ألا يبلغ مثله أي من الركعة التالية لكن لو أنك تقاوزت تلك الركعة يعني سقدت تمام؟ يعني سقدت سقدتين وقمت للفاتحة جيد وركعت ألا أنت في الركعة الثانية وعندما ركعت في الركعة الثانية تذكرت أنك لم تركع ركوع الركعة الأولى واضح نقول تلك الركعة ألغيت وهذه تقوم مقامها وتأتي بركعة آخر صلاتك واضح أشيء يقول له؟ جيد قال وإلا قام مقامه إيش معنى قام مقامه؟ ما وصل إليه تمام؟ وتدارك الباقي من صلاته أرجو أن يكون المثال واضح لكم جيد؟ واضح الصورة؟ إن شاء الله قال وفي الثانية وإيش الثانية؟ تقديم ركن قولي غير السلام غير السلام على فعليا أو قولي صح؟ قال هنا الحكم أن الذي قدمته إيش الذي قدم؟ الركن القولي لا يعتد به فيعيده في محله ولا تبطل الصلاة مطلقا سواء كنت عالما عامدا أو جاهلا أو نسي لا تبطل الصلاة لاحظ معي الحكم هنا أخف من الحكم في السورة الأولى لماذا؟ لأنه قولي في السورة الأولى فعلي والفعل هذا يغير نظام الصلاة وسورة الصلاة واضح ففرقوا بين العامد وغير العامد لكن هذا قولي سورة الصلاة ليس فيها خلل فقط أنت قرأت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تقرأ التشهد إيش قدمت؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الذي قدمته لا يعتد به اقرأ التشهد واعيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ سورة الصلاة ليس فيها خلل سواء كنت عامدا أو كنت جاهلا أو كنت ناسيا أو أنك قرأت التشاهد قبل السجود هذا التشاهد الذي قدمته على السجود لا يعتد به واضح فتسجد ثم تقرأ التشاهد مرة أخرى فصورة الصلاة لم تتغير واضح بارك الله فيكم ولديك قال وفي الثانية وهي تقديم الركن القولي لا يعتد بالمقدم لماذا؟ لأنه وقع في غير موضعه وقع في غير محله فيعيده في محله ولا فرق في هذه الصورة بين العالم العامد وغيره من جاهل أو ناسي واضح؟ وأما الثالثة إيش الثالثة؟ إيقاع السلام في غير محله فتبطل الصلاة إن علم وتعمد تمام؟ وإلا بأن كان ناسيا أو جاهلا كأن صلى ثلاثة ركعات في الظهر وسلم أوقع السلام في غير محله ناسيا نقول لا تبطل الصلاة قال وإلا فلا أي فلا تبطل الصلاة بأن كان جاهلا أو ناسيا فيأتي في السلام في محله ولو بعد طول فصل جيد؟ وفي كل الأحوال المذكورة غير المبطلة يعني أم في الأحوال غير مبطلة في حالة كونه جاهلا أو ناسيا واضح؟ في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية في الصورة الأولى وفي الصورة الثالثة ومطلقا في الصورة الثانية في جميع هذه الأحوال غير المبطلة هل يسجد للسهو أو لا يسجد؟ قال وفي كل الأحوال المذكورة غير المبطلة يسجد للسهو إلا استثناء إلا في الأخيرة إيش الأخيرة؟ إذا أوقع السلام في غير محله لماذا؟ قال لفوات محل السجود بالسلام لأن محل السجود قبل السلام وقد فات وإلا فيما هذا استثناء آخر فيما إذا قدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التشاهد فإنه لا يسجد لماذا لا يسجد؟ لأن الخلل خلل يسير واضح لا يطلب فيه سجود السهو ثم قال رحمه الله تعالى فصل هذا مفتتح الدرس القادم إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر والله أعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين